تحياتي وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوع من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بقلكم تشتركوا فيها الآن على يوتيوب قصة اليوم نروح شوي خارج كورت القدم دائما كل شهر تعودوا علي قصة حاجب لكم من بره كورت القدم عشان النوعها أكيد كثير منكم شافوا هذه الصورة وأكيد كثير منكم قرأ عليها التعليق الشهير لو كان هذا حال الفائز فشو صار في الخاسر وأكيد قرأتهم التعليقات في السوشال ميديا اللي بتقول أكيد روح الخاسر الآن في السماء أو الزلم المتفون تحت الأرض إذا هيك صورة الفائز فشو قصة هذا البطل المحطم وشو قصة هذا النزال العجيب اللي البطل رايح فيها تماما بنتكلم إحنا عن البطل الروسي دينيس اللي بدعب موليد عام 1979 هذا ملاكم مش عادي ملاكم مهم ملاكم الاحترافية ما بين 2001 و2019 يعني 18 سنة ملاكم عنده سجل ممتاز لعب 36 نزال مفاز في 32 منهم منهم 23 بالضربة القاضية خسر ثلاثة طيب 33 و 32 و 35 بضل واحد هذا الواحد ما كان فيه فائز لا فائز ولا خسرات بطل عالم سابق في اتحادين WBA و IPF يعني ملاكم سجله محترم ومحك صار في اللي شفناه في هذا النزال أحد أفضل الملاكمين ربما في العصر الحديث في وزن الكروزر ملاكم مش قليل شو اللي صار معاه في هذا النزال اللي خلى صورته شهيرة وممز ليومنا الآن في الحقيقة أولا إن هاي الصورة مش صورة الملاكم الفائز هذه الصورة الملاكم الشبه خاسر ليس الشبه خاسر؟ خلوكم معنا بالقصة نرجع لعام 2012 WBA بتحكي فيه نزال لازم يصير وهذا النزال بين دينيس لبيديف اللي احنا بنتكلم عنه الملاكم الروسي صح بالصورة وملاكم كان غائب إلو سنتين اسمه جيرمو جونز وهذا من بنما وطلبه لازم يلعب وجونز كان عمره 41 سنة اتهرب كثير في عام 2012 من النزال فهذا الشي كان يعني مزعج في البداية لكثير ناس ومنش ما تلعب بدنا هذا المباراة بدنا لبيديف يلعب مع جونز لكن اللي حصل جونز ظلو يتهرب ومشت الأمور ورحت الملاكمة بمسارات أخرى ثم جاء عام 2013 وبعد فرض غرامات سابقة على جونز اضطر يلعب هذه المرة في 17 مايو 2013 ضد دينيس وبس وين؟ في روسيا في أرد دينيس نزال مهم جدا صعب جدا عليه لأنه غايب إلو زمان كبير بالعمر بلعب مع ملاكم شاب نزال على حزام وزن الكروزر اللي بيحملوا الملاكم الروسي بس في هذا النزال كان فيه عملية عنف شديد الاثنين عم يضربوا بعض بشدة الاثنين كانوا بيستنوا بعض لهم سنين وفي الجولة الرابعة انصابت عين الملاكم الروسي دينيس موقع بوكس ريك بهذا احد المواقع المختصة بالملاكمة بيقول دخل الملاكم البانامي جونز مستهدف أنه يضرب مكان معين ويركز عليه في لبدء لأنه حسب نظريته أنه هو مستحيل يقدر يكمل نتيجة عمره الأكبر لا يقتل أقل إلا بهذا الطريقة شعر أنه جرحه ركز كثير على إداءه بعينه لأنه كان يتوقع من هذا الضرب والتركيز على العين أنه لجنة التحكيم تدخل وتنهي المباراة بعدم أهلية البطل بالحفاظ على قبول أنه مصاب إصابة شديدة وبالتالي بيكون عنده حق الإعادة بعد فترة جونز ما فلت عين بطل قصتنا ظلوا مركز عليه للجولة العاشرة حتى أنه فقد النظر بعينه اليمنى يقال ما بين الجولة السادسة والسابعة ورغم ذلك ظلوا يحاول ويجرب رغم الإصابات اللي اتلقاها بعينه وللجولة العاشرة ونهايتها وحسب الثلاث قضاء الموجودين في لجنة التحكيم كان فائز حسب اثنين منهم بنتيجة 96-94 وحسب الثالث كان خسران 97-93 لكنه في الجولة 11 انتهى تماما مع النزف وعدم الرؤية فاتعرض وخسر لضرب قاضية اذا هو لهذه اللحظة خسران وليس فائز كما منعتقد شو قصة انه فيه واحد رافع ايده ومين هذا الواحد صاحب الصورة اللي بعرف الملاكمة هو المروج الأسطولي الشهير دون كينغ واللي هترككم مع كلامه الان بهذا الفيديو عن رؤيته لذلك النزال طبعا كينغ كان عم بيمدحه وينتقده يقول اه هو تحمل بس ربما ايضا في خلال مؤتمره الصحفي جاء لكنه غمر في مسيرته لانه كان ممكن يفقد بصره للأبد مش بس في هذا النزال انه يخسره جاء العادي يخسر النزال ما هو البطل لما يخسر الحزام عنده دائما حق الاعادة خلال فترة لكنه صمم بشكل انا ما كنت متوقع دون كينغ لما شافت تعاطف الرهر رهيب من الجمهور مع ملاكم عم ينزف ويكمل عشان ما يخسر لقبه اضطروا ايجا رفع ايده في حين جونز كان الجماهير قد احتفلت فيه وفاز فعلا وتوج انه مش فايز هو خسران فحال الفايز انه كان عم يحتفل وما كان تحت الارض موقع وصف النزال بانه واحد من افضل النزالات في تلك اللحظة ربما في العصر الحديث وصف النزال بانه وحشي في اثنين حاولوا يثقتوا بكل لحظة من اللحظات انه مستحيل شيء يهزمهم واشاد بجونز طبعا اللي عودته بعد عامين لكنه اشاد بارادة الاثنين اللي تم اختبارهم باعنف الضربات لكن ارادتهم وتصميمهم وصلت اللقاء للجول 11 القصة ما انتهت هون واكيد من جاي اقولكم انه هدا فايز مش خسران لا القصة صار فيها كمان تبعات غريبة شوي جونز طلعت اشاعات انه رفض يعطي عينة لفحص المنشطات بعد النزال طلعت WBA قالت لا لا اعطى لكن بعد شهور سقط بالفحص مرة ثانية انه الرجل هدا بيأخذ منشطات فتم تجريده من الحزام واجه بدهم يعطوه لدينيس بصفة انه هو اللي خسر معاه وفي شبوهات منشطات ثم بعد ذلك كان فيه تهم انه روسيا اتدخلت في لجنة التحكيم عشان تخلي النزال يكمل وما هداكا ما ينسحت وضغطت عليهم انه يتكمل هذا شي مش مؤكد بس طلعت الاشاعات نتيجة هذه الظروف من الاشاعات هون واشاعات هون وحتى اتهامات من امريكا انه لا الروس حطوله عينة وهمية لجونز اضطروا يعني انه هذا النزال بلا فائز كان مفترض يصير لقاء اعادة في 2014 جونز رجع سقط في المنشطات فما صار مرة اما بالنسبة للبطن اللي شفنا صورته فهو فعليا خضع ونزل في المستشفى عشر ايام واصابته اصابة دائمة في عينه فقط جزء من النظر ولكن رغم ذلك استطاع يقنع الفريق الطبي بانه ياخدع تصريح الطبي يرجع اليك وفعليا رجع وكمل سنوات عديدة في مسيرته حتى نهايتها قصة الجمعة اليوم كانت مختلفة كانت عنصورة كلها من فكره بطن لكنه فعليا خسرا واللي رفع ايده وعجبة وإرادة وتصميمه لكن بنفس الوقت هو مبسوط لانه اللي رفع ايده رفع ايده وحد خسرات هذه قصة الجمعة بالتعليقات باستنى منكم اي قصص بدكم اياها في المستقبل وكمان تتركوا لايك واشتراك والسلام عليكم ورحمة الله